واضحاً يبدو مشهد أعمدة الدخاني فوق مدينة سرمدة في رفئدلب الشمالي على عكس سائر تفاصيل الغارة الجوية التي سببتها غارة استهدفت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض مقراً لجبهة فتح الشام النصرى سابقاً في المدينة غير البعيدة عن الحدود مع تركيا وأسفرت بحسب المصدر نفسه عن مقتل قيادات بعضها من الصف الأول في التنظيم المصنف إرهابياً فيما ذكرت وسائل إعلام معارضة أنها استهدفت معتقلاً تابعاً للتنظيم لكن الغموضة ظل يحيط بهوية الطائرات المغيرة في ظل غياب أي تبنى عسكري للهجوم فبينما اتهمت جبهة فتح الشام عبر حسابها على إنستجرام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بتنفيذها نفى البنتاجن على لسان المتحدث بيتر كوك أي علم له بالغارة وفق ما أفاد مراسل الحرة وكذلك امتنعت موسكو وأنقرة لتاني تنشط مقاتلاتهما في الأجواء السورية عن إعلان مسؤوليتهما ويبدو الشمال السوري مسرحاً لعمليات عسكرية متعاردة الأهداف ففي الرقة أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تحرير أربع قرى من قبضة تنظيم داعش في الريف الغربي للمحافظة في وقت تكشف بيانات التحالف عن تكثيف غاراته في المنطقة دعماً لزحف هذه القوات نحو سد الطبق الاستراتيجي على نهر الفرات أما في ريف حلب الشمالي فلا تزال فصائل درع الفرات بقيادة التركيا تحاول طرد التنظيم من مدينة الباب الاستراتيجية مهمة أكد البنتاجن أنه ساندها بطلعات جوية لم تصفر عن غارات بينما تتحدث وسائل الإعلام التركية عن انخيرات الغارات الروسية أخيراً في الإغارة على المدينة وقد كشفت أنقرة أن هدفها المقبل بعد الباب ستكون مدينة منبج الخاضعة لسيطرات قوة سوريا الديمقراطية لقد فرضنا إجراءات تنظيمية جديدة لإنهاء عملية الباب قريباً ونحن عازمون على تطهير المناطق الأخرى من المنظمات الإرهابية ويشهد الريف الجنوبي لحلب على خط آخر تصعيداً عسكرياً تقوده القوات النظامية السورية حيث تتحدث مواقع معارضة عن تحشيد عسكري تجريه هذه القوات في المنطقة التي قد تكون الوجهة المقبلة لهذه القوات بعد إحكام سيطرتها على الجزء الشرقي الخاضع للمعارضة سابقاً من مدينة حلب ترجمة نانسي قنقر